اشتركوا في القناة لكن اذا تاب الانسان من الشرق سواء كان اكبر اصغر تاب الله عليه لعموم الادلة طيب طيب يبقى معنا القواعد الاربع هذه القواعد الاربع وضعها المؤلف رحمه الله تعالى حتى نستطيع بهذا القواعد ان نرد على الشبه التي يأتي بها اهل الشرك في زماننا اذا ذكر على ما قسمنا عنوان السعادة ودعا لك ثم اراد والله اعلم ان يأتي باهمية التوحيد وانه اهم ما عليك وان الشيطان يريد منا ان نقع في الشرك فلا بد ان تخاف من ماذا تخاف من الشرك عرفت بالشرب لان الشرق ولكن التوقيع كيف تخاف من الشرك بدراسة التوحيد بدراسة الشرك حتى لا تقع فيه بالدعاء وجنوب المبنية نعم دا الأصنام بالبراءة من الشرك واهله نعم ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاذا مات الانسان نسأل الله السلام العافية على الشرك الاكبر فهو خالد مخلد خلود ابدي في النار واذا مات على الشرك الاسعر يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة واذا تاب الانسان في وقت تقبل في التوبة تاب الله عليه سواء كان لديه شرك اكبر او شرك اصغر او كباين او صغار نعم لعمم الادلة قل يا عبادة الذين اسرفوا على انفسهم اذا اذا مات نسأل الله السلام العافية على الشرك الاكبر فهو خالد مخلد خلود ابدي في النار اذا مات على الاسعر يعدب بقدر الشركة ثم يدخل الجنة واذا تاب في وقت تقبل في التوبة من الشرك سواء كان اكبر اصغر تاب الله عليه لعموم الادلة قل يا عبادة الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يقفر الذنوب جميعا طيب الان لدينا قواعد اربع هذه القواعد ذكرنا في اول هذه الرسالة ان المؤلف رحمة الله تعالى الف هذه الرسالة حتى نستطيع بهذه القواعد ان نرد على الشبه التي يأتي بها اهل الشرك في الزمانين فاذا قال لك المبطل او المشرك او المخالف له السنة والجماعة اذا قال لك انا لا اعبد الا الله نقول هذا معناه انك تخضر للعباد حق لمن لله الكفار الذين ابعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم اقروا بتوحيد الغروبية وكانت الخصومة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في اي توحيد في توحيد الالوهية ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت هل الكفار الذين ابعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام كان لديهم شيء من العبادة نعم وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم الله سبحانه وتعالى حتى تكون العبادة لله فمن صرف شيء هذه الشبهة لا ان من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر وافق الكفار الذين ابعثهم النبي عليه الصلاة والسلام صحيح نعم اذا هذه القاعدة الاولى والشبهة الاولى الشبهة اذا قال انا لا اعبد الا الله نقول طيب لابد ان تكون كل العبادات لله لو صرفنا شيء من العبادة لغير الله فهذا كفر اكبر نعم القاعدة الثانية او الشبهة الثانية اذا قال لك هذا المبطن والمشرك انا ما اريد من هؤلاء الا القربة والشفاعة فقط ما اريد منهم شيء لا عبادة ولا غدها اريد منهم القربة والشفاعة نقول لهذا الكفار الذين ابعثهم النبي صلى الله قالوا هذا الكلام وبهذا الكلام كفرهم الله ونتبع علي الآيات ما نعبدهم الا اليقربون الى الله السلفة هؤلاء شفاعنا عند الله الشبهة الثالثة والقاعدة الثالثة اذا قال لك هذا المبطن او المشرك اذا قال لك هذه الآيات التي احتج بها للسنة والجماعة وذكرت مثلا في الاصولة الثلاثة وفي القواعد وفي كتاب التوحيد وفي الواصلية وكذا نزلت في من يعبد الاصنام ونحن لا نعبد الاصنام كيف تجعلون الصالحين والملائكة وكذا الآيات التي نزلت في الاصنام تنطبق على هؤلاء نقول الله سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وشيئا نكرة تعم كل ما عبد من دون الله نبي أو ولي أو صالح أو كل ثم نتبع عليه الآيات في أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين كفر من عبد الملائك كفر من عبد الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام ولو مفرق الله سبحانه وتعالى بين شرك وشرك فقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الثالثة الرابعة نقول لهذا اتق الله الكفار الذين بعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في السراء وكفرهم الله وأنتم نسأل الله السلام العافية شرككم دائم في السراء وفي الضراء فإذا كانوا الكفار الذين بعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يشركون في السراء ويخلصون في الضراء أكفرهم الله فأنتم من باب أولى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بعد المغرب إن شاء الله تعالى نراجع مراجعة للقواعد الأربع ثم يكون اختبار تحريري سهل إن شاء الله تعالى وبعد العشاء نحل التماليق طيب فنحن ما نريد أن نثقل عليكم شيء حشيء فتراجعوا الآن هذه القواعد تقرأ الأدلة ونقرأ إن شاء الله تعالى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأدلة بعض الأدلة يحتاج إلى زيادة بيان وزيادة تفصيل نذكر إن شاء الله تعالى عند دراسة كتاب التوحيد على ما اتفقنا بعد القواعد إن شاء الله تعالى ندرس الدروس المهمة ثم نهتي على أبواب كتاب التوحيد كاملة بإذن الله ونريد أن نبين قصد المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد أبواب كتاب التوحيد فنمر بإذن الله على كل أبواب كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى لكن نريد أن نتعاون إذا أردتم اليوم نختم كل المتون ونأتي حتى بالوسطية أسأل الله في التوحيد إن شاء الله نأتي لكن لا يصلحان فنريد أن تكتب تراجع تجعل كل الأشياء تعمل معك وكل الحواس أحد المشايخ عندنا يحفظ ما شاء الله فيسأل أحيان كيف تحفظ يقول أنا أحفظ أجعل كل الحواس تحفظ معي ماذا تصنع قال أكتب هذه الأبيات وأنظر إليها وأكتبها وأسمع إلى القراءة وكذا فأجعل كل الحواس تعمل معي ولا يذهب إلى الحفظ عند البحر أو عند الشاطئ أو كذا لا يدخل في غرفة ويبدأ يحفظ ويراجع المكان لا بد يكون مهيئ الآن أماكن القراءة مكتبات العام أماكن القراءة فيها أشياء ملفتة للنظر لا مكان مغلق لا تشويش تبدأ وتدرس وتحفظ أماكن اختبارات كذلك فما يصلح أن يأتي طالب ويراجع في الشواطئ وكذا ما يصلح طيب نعم فتراجع ما أخذنا وإن شاء الله تعالى بعد المغرب نمر على كلام المؤلف وثم نختبر ثم نحلل اختبار إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء من يذكر لي الشبهة مع القاعدة الشبهة مع القاعدة نعم الشبهة الأولى أنه قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر نقول هذا هذا لا يكفي حتى لو كان لديك شيء من العبادة لله أيضا لا يكفي حتى لو كانت العبادات كلها لله إلا عبادة واحدة هذا هو الشبه وبهذا كفر الله سبحانه وتعالى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله سلم وهذا يقرر بتوحيد الرضوبية لا يكفي صح الثانية الثانية أنهم يقولون أننا لا نعبد أننا ما نعبد نريد منهم القرب والشفاعة نتبع على الآيات في أن الله كفر من طلب القرب من غيرنا من طلب القرب القرب والشفاعة وسيأتي معنا الثالث الثالث أنهم يقولون هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام نقول لا نتبع على الآية فإن الله كفر من عبد الأصنام والأحجاب والشمس والقمر والملائكة والصالحي وكل ما عبد من دون الله واعبد الله ولا تشركوا بي شيء القاعدة الرابعة والشفاة الرابعة نقول لهذا أنهم أغلظوا الشركة من الأول نعم لكن إخواننا النظر لهؤلاء يكون من وجهي وهذه النصيحة من شيخ الإسلام ابن تيمين النظر لهؤلاء تنظر لهم يقول الشيخ الإسلام من وجهي وجه تحمد الله أن عافاك وتقول هذا ليس بجد واجتهاب هذا من فضل ربي أن اختار من الله لأنكم مسلم متقي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الصالح والله لولا اللهم اهتدين الناحية الثانية تنكر لأن البعض يقول هذا بجد واجتهاب وهؤلاء حمق أو كذا مثلا لا النظر لهؤلاء أكون من وجهي وجه تحمد الله سبحانه وتعالى أنا عافاك وجه تنكر طيب نعم يبقى معنا ما تعلق بالشفاعة الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر تنقسم الشفاعة إلى قسمه أو إلى فرد تقسام لأشكال شفاعة مثبتة وشفاعة منفية الشفاعة المنفية هي التي نفعها القرآن والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تقدم معنا يصح طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بشروق أربع حي وحاضر وقالر وسبب فالشفاعة المنفية نفعها القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله حكم هذه الشفاعة نوم من أنواع الشركة الأكبر الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى النفس تطلب من الله لا من غيره تطلب من الله بشرق ثلاثة الإذن بالشفاعة من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له هذه الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تقسم إلى قسمين خاصة وعامة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا شاركه في أحد وعامة للنبي عليه الصلاة والسلام عن بياء ورسل عليه الصلاة والسلام ملائك والصالحين وكل موحد وكذلك الأفراد الأطفال يشفعون الشفاعة الخاصة تنقسم إلى ثلاث تقسام والعامة تنقسم إلى ثلاث تقسام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة عظمى في أهل الموحد أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلال الشفاعة في عمي في طالب أن يخفف عنه العذاب الشفاعة في فتح أبواء الجنة لأن أول من يستفته لدخول الجنة النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العامة الشفاعة في رفع الدرجات كما نصلي على الجنائز الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها والشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر